احتدت الاشتباكات وأصبحت المعركة في تعز أكثر شراسة بين المقاومة الشعبية والجيش الوطني مدعومي من قوات التحالف من جهة وميليشيات الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبدالله الصالح من جهة أخرى الاشتباكات مستمرة في المناطق الشرقية وتحديداً في كلابة ومحيط معسكر قوات الأمن الخاصة وفي الجبهة الشرقية أيضاً انفجارات كبيرة جراء قصف مواقع المتمردين للأحياء السكنية وفي حي الدعوة بالقرب من القصر الجمهوري صدت المقاومة الشعبية هجوم ميليشيات الحوثي وصالح وفي الوقت ذاته نجحت القوات الشرعية في صد هجمات المتمردين وأوقعت في صفوفهم قتلى وجرحى بالنسبة لمنطقة الدحي الواقع غربي تعز واجه الجيش الوطني والمقاومة الشعبية قصفاً عنيفاً على الأحياء السكنية من ميليشيات الحوثي مصادر عسكرية تقول إن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية حققت تقدماً أيضاً جنوب غرب المحافظة كجبهة الضباب ومنطقة التلال ومنطقتين تبتين مقاهية والخزان القريبتين من حدائق صالح وأكدت المصادر أيضاً سقوط عشرات القتلى والجرحى من الميليشيات جراء الاشتباكات وانتهت بسيطرة الجيش الوطني على التباب المطلة على المدخل الجنوب الغربي لتعز ورغم شراسة المواجهة فإن الجيش الوطني والمقاومة حققا تقدماً كبيراً في معاركهم بالسيطرة على مواقع استراتيجية مهمة في الجبهتين الغربية والشرقية وتسع قوات التحالف مع الجيش الوطني إلى تحرير المحافظة بالكامل وذلك للانتقال إلى العاصمة صنعاء لمحاصرة الإنقلابيين واستهدفت طائرات التحالف محيط دار الرئاسة في صنعاء بغارات جوية مع دوين فجارات وتصاعد عمدة الدخان في مناطق عديدة من العاصمة كما استهدفت قوات التحالف منطقة السواد جنوب العاصمة صنعاء حيث تقع قيادة قوات الاحتياط ومعسكر الحفا في نقم